الموضوع الثاني في حلقة النهاردة هو عن مهارة المشي عند الأطفال وهنبدأها بتحفيز مهارة المشي عند الأطفال أيوة إحنا ممكن نحفز أو نشجع مهارة المشي عند الطفل مش بس نرقبه كده وهو بينمو ويتطور لوحده من بداية العام الثاني نسبة كبيرة من الأطفال بيكونوا جاهزين لبدء مهارة المشي وده طبعا بعد محاولات الوقوف اللي برضو كتير من الأطفال بيبدأوا فيها خلال الشهر الحداشر أو عند نهاية السنة الأولى وأنا هنا عايز أوضح أن فيه فرق زي ما بقوله ما بين أن الطفل يبدأ المهارة أو يتقن المهارة دي نقطة مهمة قوي خلوا بالكم اللي بيبدأ يعني إيه لما نقول حد مثلا بيبدأ يتعلم السواء أو بيبدأ يتعلم لغة يبقى بيبدأ المبادئ لكن لما يتقن المهارة ده موضوع تاني فالأطفال بتبدأ مهارة المشي بعد سنة الأولى تخلص يعني في بداية السنة التاني طيب إزاي نقدر نحفز مهارة المشي عند الطفل ومن عمر قد إيه تحضير الطفل للمشي ممكن يبدأ من الشهر السادس وده من خلال تمرينات رياضية تمرينات رياضية للساقين والقدمين يقدر يقوم بيها الأب والأم لطفله الطريقة في منتهى السهولة ركزوا بقى معي خلوا الطفل ده التدريب الأول خلوا الطفل ينام على ظهره وابتدوا في تاني رجليه برقة في اتجاه بطنه شايفين أنا عملته ازاي اهو ادي رجلين الطفل اهو بناخدها كده ناحية بطنه بنعمل الحكاية دي ثلاث مرات بعدها بعد الثلاث مرات دول نحرك رجليه وهو في الوضع ده برضو وكأنه بيسوق عجلة يعني نقعد نعمل كده خلق كأنه بيسوق عجلة برضو ثلاث مرات يبقى التدريب ده عبارة عن ايه؟ بننامه على ظهره كده ثلاث مرات وكأنه بيسوق عجلة ثلاث مرات التدريب ده ممكن نعمله للطفل في كل مرة بنغيرله فيها الحفاظة مثلا بس ممكن في البداية نبدأ بثلاث مرات بس في اليوم يعني مرة الصبح ومرة في وسط اليوم ومرة بالليل وبعد أسبوع ولا حاجة نضاعف بقى الرقم أو بحسب عدد مرات الغيار بس يعني عشان تفهمه قصدي أو ما تنسوش كل مرة كده تيجي تغييري للطفل أو تيجي تغير للطفل كأب تعمله التمرين ده تلاث مرات كده خلاص بناخد رجليه على بطنه كده وثلاث مرات بنحرك رجليه زي ما يكون بيسوق عجل ده من إمتى من الشهر السادس يعني أول ما يخلص الشهر السادس بعد شهر من التدريبات دي بنكمل برنامج التشجيع بتدريب يضاف على التدريب اللي فات أو التدريبين يعني اللي فاتوا دول اللي هم عالحكتين دول بإحنا بنضيف مش بنحزف بنعمل إيه؟ بنحط الطفل على السرير أو على سجادة على الأرض في الوضع اللي يكون فيه ساند بأيديه وركبتيه على الأرض يعني ساند بأيديه كده وركبه خلاص بنحطه كده وفي نفس اللحظة عشان قبل ما يقع يعني في نفس اللحظة أول ما نحس إن رجليه وإيديه لمسوا الأرض نقوم نشيله من جنابه ومن وسطه نشيله كده الفوق خلاص وبنعد 3 عداد بالزبط 1, 2, 3 وننزله وإحنا مسكينه كده ونكرر التدريب ده مرة أو 2 كمان كحدة أقصى خلاص فهمته قصدي التدريب ده بقى التاني ده بنعمله مرتين بس في اليوم يبقى إيه؟ بنحطه كده على الأرض ونشيله من وسطه 1, 2, 3 وننزله وعدين نشيله تاني 1, 2, 3 وبنعمل بقى التدريب ده مرتين في اليوم وطبعا التدريبات دي كلها سواء ده أو اللي فاته لها شروط إنه ما يكونش الطفل لسه راضع مثلا أو ما يكونش عايز ينام طيب بنكمل؟ آه طبعا بنكمل بعد كده لما الطفل يبتدي يقف وهو مسنود بقى على كرسي أو كنبة ممكن نحط قدامه بمسافة قريبة هدف يعني هو دلوقتي يوقفه هو على فوتية كده كرسي قدامه ولا كنبة وبتاعه سند وابتدى يبص كده نحطه قدامه هدف لعبة مثلا عشان الطفل يحاول يوصل لها وإحنا مسكين إيده يعني نقول له طب تعالى بقى نروح له فانه بنمسك إيده كده ويبتدي يمشي على فكرة حد منكم يعني الأب أو الأم ممكن يكون هو الهدف يعني مثلا الأب قاعد فتيجي مامته تقول يلا نروح عند بابه خلاص والأب هنا يروح فتح له درعات فاتروح مسكينه كده ونجرب نروح سايبين إيد من الإيدين ومسكينه بإيد واحدة هم مسافة صغيرة كده هو بيبقى عينه على هذا الهدف واللي أنا بقول ممكن يبقى الأب أو الأم أو لعبة أو يلا نروح نجيب اللعب وهكذا وبيبتدي ينقل خطواته الحكاية دي يعني وجود الهدف ده بيشجع الطفل أنه يتحرك في اتجاهه الطفل هنا بينسى خوفه خلاص بينسى الخوف اللي عنده ورغبته في الوصول للهدف اللي احنا حط نهوله ده وإثبات جدرته طبعا هي اللي بيكون لها الغلبة والأولوية على إحساسه بالخوف أو معرفته بعدم قدرته على حفظ التوازن هو عارف أنه لسه التوازن بتاعه لسه غير مكتمل بس لازم في التدريب ده يكون الهدف اللي هيتحرك الطفل في اتجاهه على مسافة قريبة منه يعني ما يبقاش مسافة بعيدة قوي لأنه المسافة القريبة بتشجع الطفل أنه هو يحس أنه قادر على إنجاز هذه الخطوة طيب التدريب اللي بعد كده ايه؟ التدريب اللي بعد كده له علاقة بتوجيه خطوات الطفل توجيه الخطوات بنقف قدام الطفل الأمة أو الأب زي ما بقول قدامه وبننزل على الركبتين عندنا عشان نبقى في مستوى طوله يعني تمام ونبتدي احنا نتحرك لورا يعني نبتدي احنا نمشي لورا يعني وهو الطفل كده قدام ده بيخلي الطفل يتحرك في اتجاهنا لما تعمله التدريب ده هتلاقوا الطفل على طول بيتحرك في اتجاه ابتدي نتحرك ناحية اليمين نتحرك في خط مستقيم نتحرك ناحية الشمات هتلاقوا الطفل بيتبعنا في هذه الحركة عشان كده التدريب ده اسمه ايه تدريب توجيه الخطوات وبشكل عام الطفل بيتعلم التوازن أثناء المشي لما نمشي قدامه مش لما نمسك ايديه ونكون وراه يعني دايما بشوف ناس كده الطفل ماشي وهما مسكين ايديه كده من ورا وهما بيحاولوا يمشوه خلاص لا هو الطفل دي عادية ما فيهاش مشكلة لكن لو عايزينه يتعلم التوازن نمشي واحنا قدامه يعني نمسك ايديه واحنا اللي نمشي احنا اللي نرجع على ظهرنا كده ده بيعلم الطفل التوازن